كبرى المدن الأوكرانية باتت بنوك أهداف للقوات الروسية التي تستخدم أسلحة مختلفة لإحكام السيطرة عليها العاصمة كياذ بشمال أوكرانيا وأكبر مدنها تشهد سلسلة انفجارات كبيرة تسبقها صافرة إنذار بعد أن تركها الهجوم الروسي في مرمى سواريخ كروز وقاضفات من طرازس 34 ورتل عسكري يمتد لعشرات الكيلومترات بالموازات مع فرض طوق وأحصار عليها من ثلاثة اتجاهات شمالا وشرقا وجنوبا تمهيدا لاقتحامها وعلى بعد 25 ميلا فقط من روسيا تخوض خركيب ثاني أكبر المدن من حيث المساحة والسكان قتالا ضاريا وحرب شوارع بالتزامن مع قصف مكثف من الأجزاء الشمالية الشرقية باستخدام أنظمة سواريخ متعددة الإطلاق وعمليات إنزال لقوات الروسية وتزحف الأرتال العسكرية الروسية في دونتسك في إقليم دونباس الانفصالي جنوب شرق البلاد وهي مدينة تقع بالقرب من حدود روسيا في حوض نهر الدونتس وتعتبر خامسة أكبر المدن الزحف الروسي نحو المدينة يترافق مع قصف مدفعي وجوي وبسواريخ اسكندر مستهدفة منشآت رسمية ومدنية وتعد دينيبرو رابع أكبر المدن التي تقع جنوب شرق أوكرينيا ويقارب سكانها المليون نسمة اشتهرت بصناعاتها العسكرية بانا للتحاد السوفيتي ولا تزال قطبا صناعيا ونوويا في أوكرينيا وهي تتعرض لقصف جوي وبالأسلحة الثقيلة والرشاشات وتعد أوديسا ثالث كبرى المدن الأوكرانية جبهة أخرى مشتعلة على ساحل البحر الأسود يتحدث سكانها المقدر عددهم بنحو مليون نسمة روسية وتتعرض لعمليات توغل وقصف مدفعي وجوي وبحري بالتزامن مع اشتباكات واسعة النطاق عادة ما تنتهي بعمليات كر وفر ترجمة نانسي قنقر